قبل البداية ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك اخر الاخبار اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم مزراوي قررت حفظ القرآن الكريم بعد المونديال وامنية ان اصبح اماما عاجل سوفيان امر بط يقبل بطلب برشلون ويرفض كل العروض المقدمة اليهم من اجل الانتقال للفريق الكتالوني الرقراجي عندنا مشكل في الفعالية قدام الشبكة وهذا الشيء غد ينخدم عليها والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد اخبار مزراوي قررت حفظ القرآن الكريم بعد المونديال وامنية ان اصبح اماما كشف الدولي المغربي نصير مزراوي لاعب باير ميونيخ الالمانية اصرارا متيرة عن علاقته مع الله والدين الاسلامي مزراوي ولد حلوله ضيفا على قناة منويتفور الله على اليوتيوب قال انه بعد مندي القطر قد قرر حفظ القرآن الكريم مضيفا انه يريد ان يصبح اماما وعن قراره بحفظ القرآن الكريم بعد كأس العالم قطر 2022 عز نصير مزراوي الخطوة الى شعوره بالخجل عند قراءته ببعض الصور فقط في الصلاة مشيرا الى انه يقرأ كتاب الله في شهر رمضان لكنه لا يفعل ذلك كثيرا بعد رمضان وتبع مزراوي قائلا هدفي ان احفظ القرآن وبعد ذلك فهمه وجعله في حياتي وفي نهاية المطافة اريد ان اصبح اماما واشار النجم باير ميونيخ الى انه يتبع تعليمات استادها الذي يعرف الطريقة المثالية لحفظ القرآن الكريم وسيساعد على تحقيق اهدافها وهي حفظ القرآن الكريم كاملا وان يصبح اماما بقيت الاشارة الى ان النسير مزراوي يعتبر احد النجوم البارزة في العالم في مركز الظاهير الايمن ما جعل العديد من الاندية الاوروبية تخطب ودها للاستفادة من خدماته في الصيف الماضية قبل ان يختار التوقيع في كشوفات العملاق الالماني باير ميونيخ عاجل سوفيان امرابط يقبل بطلب برشلون ويرفض كل العروض المقدمة اليهم من اجل الانتقال للفريق الكتالوني استقر سوفيان امرابط نجم منتخب المغرب على وجهته المقبلة حال الرحيل عن فيرونتين الايطالي فريقه الحالي بنهاية الموسم الجهري وذكرت شبكة فوت ميركات الفرنسية ان امرابط ما يزال موجودا في قائمة اهتمام انديات اتليتيكو مادريد وليفيربول وتوتنامت بير وباريسان جرمان وضف تقرير الشبكة رغم ان البي اس جي والانديا الانجليزية تبدو اقوى ماديا الا ان رغبة اللاعب تبقى الاندمام لفريق اسباني واشر تقرير الشبكة الى ان سوفيان امرابط يتطلع لتحقيق حلم طفولته بالاندمام للصفو في برشلون لافتا الى ان البلوغران كان على وشك التعاقد مع النجم المغربية خلال فترة الانتقالات الشتوى الاخيرة قبل ان تتعقد المفاوضات في اللحظات الاخيرة واختتم التقرير ان مسؤول برشلون ابلغ المقربين من امرابط ان الوضع الاقتصادي للنادي سيتحسن بنهاية الموسم ما يسمح لهم باتمام الصفقة في الصيف وكان سوفيان امرابط صاحب الستة والعشرين عاما احد النجوم منتخب المغرب صاحب الانجاز التاريخي باحتلال المركز الرابع في كأس العالم الاخير التي اصدفتها قطر اواخر العام الماضي الرقراجي عندنا مشكل في الفعال يقدم شبكة وهاتشي غاد ينخدم عليها اكد الناخب الوطني وليد رقراجي ان المباراة كانت صعبة كما كان متوقعا موشرا الى انه اقتنع بمستوى اللاعبين رغم عدم الفوز وقال رقراجي في الندوة التي اقيمت بعد مواجهة البيرو على ارض يتم ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الاسبانية مدريد وانتهت بالتعادل السلبية قال انه كان يعلم منذ البداية ان المباراة ستكون صعبة لان منتخب البيرو تم موقع طيلة الشوط الاول في الدفاع الا ان اللاعبين قدموا مردودا طيبا خاصة في الشوط الاول وجاء في معرض حديثها حولت ان اجرب عدة اسماء وعدة طرق مع البرازيل لم اكن استطيع فعل ذلك ولكن مع البيرو قمت بالعديد من التغييرات فارقي كان قويا دفاعيا واضن ان ياسينبونو لم تصله اي متسديدا وتابع لقد اعجبني اللاعبون في الشوط الاول ولكن في الشوط الثاني تقدم لعب المنتخب البيروفي لكنهم لم يستطعوا تهديد شباكنا نحن نستعد لكأس الامم الافرقية ولهذا كان علي ان ارى عددا من اللاعبين في مراكز مختلفة وفي انتقاده لطريقة اللاعب قال الرقراغي لدينا 11 لاعب معروفين حكيم وانحي من الاساسيين هناك مشكل على مستوى الهجوم خاصة في الفعالية امام المرمى سنفكر في ايجاد حل لهذه المعضلة بن محمود يفاجئ الجميع بتصريح موتير بخصوص كان الفين وثلاثة وعشرين قال رشيد بن محمود مساعد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم ان مباراة البيرلودي شكلت مناسبة سانحة للطاقم التقني للوقف عن كتب على مستوى بعض اللاعبين من اجل اختيار الاكتر جاهزية منهم للمواعيد والاستحقاقات المقبلة مؤكدا ان نهائية كأس امام افراقيا الفين وثلاثة وعشرين المرتقب مطلع العام القادم بالكوديفور ستكون صعبة جدا على اصود الاطلس واضف بن محمود في تصرح اعلامي امامنا الان حوالي سبع مباريات قبل نهائية كأس افراقيا الكوديفور الفين وثلاثة وعشرين سنحول خلالها تجربة الكثير من الاشياء سواء على مستوى اللاعبين او النهج التكتيكي ينتظرنا عمل كبير وشاق للتحضر جيدا للكان التي ينتظر من الجمهور المغربي الفوز بلقبها واكمل مهمتنا لان تكون سهلة على الاطلاق اليوم باتت جميع المنتخبات تجهز نفسها جيدا لمواجهتنا بعد المستوى الذي قدمناه في موندي القطر ومنتخبة افراقيا لن تكون استثناء لذلك ننترقب مباريات قوية في بطولة كأس افراقيا المقبلة وتبع بن محمود اللاعب الدولي السابق الذي جاور ريقراجي في المنتخب المغربي في بداية الالفية الثانية تبع حديثه بقولها اعتقد ان لدينا عددا كبير من اللاعبين الموهوبين القادرين على التحقيق لقاب البطولة القارية واهداء الفرحة للشعب المغربي يذكر ان رشيد بن محمود عمل مساعدا للحسين عموتة في نادي الويدة درياضي والمنتخب المغربي المحلية قبل التحقه بطاقم وليد القراجي في المنتخب الاول اليكم مشاهدين اهم عنوان اخبار اليوم مزراوي قرر تحفظ القرآن الكريم بعد المونديل وامنية ان اصبح اماما عاجل سوفيان امر بط يقبل بطلب برشلونة ويرفض كل العروض المقدمة اليهم من اجل الانتقال للفريق الكتالوني الرقراجي عندنا مشكل في الفعال يقدم الشبكة وهاتشي غدين خدموا عليها والان الى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون اول واحد كتوصل بجديد الاخبار اشترك في القناة اشترك في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر